قبل دقائق من الآن صمع دوي انفجارين لتبين أنهما غارتين سجلتا في منطقتين وليس في منطقة واحدة منطقة رأس النبع والنويري المنطقتين في عمق بيروت وليس في الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب المعلومات الأولية فانه هتين الغارتين المعلومات الأولية تقول أن واحدة من الغارتين استهدفت مركز للهيئة الصحية بحسب المعلومات الأولية في طلعة النويري وغارة الثانية كما ذكرت يعني في نويري والغارة الثانية في رأس النبع ولكن اللافت أن الغارتين حصلتا في بيروت وليس في الضاحية الجنوبية وهو التطور اللافت مع العلم أنه قبل حوالي الأسبوع كان الاستهداف أيضا في منطقة البشورة لمركز الهيئة الصحية ومن قبله في الكولة أيضا الكولة والبشورة ليست مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الساعة المعلومات الأولية تقول أن هرعت سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة المقتضة بالسكان بطبيعة الحال إذن أذكر بأن الغارتين قبل قليل على رأس النبع النويري وقد هرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة في حين تحدثت أيضا معلومات أولية ننقل معلومات الأولية لأن الغارة مصر لوقت زمان مستوصف دار الحورة ومركز للهيئة الصحية طبعا سنحاول التدقيق في كل هذه المعلومات ولكن الأكيد أنه سمعنا غارتين على هتين المنطقتين في قلب بيروت النويري ورأس النبع وأيضا هما مناطق متلاسقة يعني رأس النبع والنويري متلاسقتين وبالتالي كان الحديث إن كان غارة ولا غارتين في نفس الموقع أو في موقعين على أي حال نحن بقونا معكم بالصورة أقله لنقل الصورة ونوفيكم بالمعلومات الأكيدة والدقيقة في فور ورودها